الجنرال المنهزم في ضيافة الجنرال المنقلب خليفة حفتر بعد هزائم خلال الأيام الماضية في طرابلس أخرهم هزيمة في طرهونة جاء إلى عبد الفتاح السيسي في القاهرة يقدم كشف هزائم يقدم كشف الخسائر التي منيت بها قواته خلال الأيام الماضية يبحث أيضا خليفة حفتر عن ورقة التوت التي يواري بها ما ظهر من سوءة عورة هزائمه المتتالية فكانت ورقة القاهرة أو إعلان القاهرة التي ظن بها عبد الفتاح السيسي أن يستطيع أن يواري كل هذه الهزائم التي مني بها حليفه خليفة حفتر خلال الأيام الماضية ولسان الحال يقول نحن لا ننتصر ننهزم أو ننسحب كما قالت وسائل إعلام إماراتية وسعودية أن الانسحاب الذي كان هروبا في الواقع ما هو إلا انسحابا تكتيكيا أما الهزيمة التي مني بها حفتر خلال الأيام الماضية فصورتها وسائل إعلام مصرية ووسائل إعلام إماراتية على أنها نصر ساحق وعلى أنها انتصار عظيم هذا الخليفة المدعوم كما تعلمون من نظام الإمارات ونظام محمد بن زايد وعبد الفتاح السيسي في مصر يمتلك ميليشيا تقوم بتقتيل الشعب الليبي على مدار السنوات الماضية خرجت أمس وسيقة سميت بإعلان القاهرة تطالب المهزوم بأن يكون منتصرا وتطالب المنتصر وهي حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا أن تسلم أسلحتها وأن تسلم ما غنمته خلال الشهور الماضية إلى ميليشيا خليفة حفتر ترجمة نانسي قنقر